موسيقى نتجاوب مع زيارات الروح مع افتقادات الروح القدس كبداية في أول آي في أيوب 10-12 إذا ممكن بس نتابع الآيات على الشاشة أيوب 10-12 بيقول منحتني حياة ورحمة حفظت عنايتك روحي وبيقول منحتني حياة ورحمة الحياة زائد الرحمة عند الرب بتخلينا أو بتعطينا حياة منتصرة ليش؟ لأنه رحمة الله تحول الهزيمة في حياتنا إلى نصرة بقوتنا بيقدرش ننتصر لكن رحمة الله بتحول الهزيمة إلى نصرة بعدين بيقول حفظت عنايتك روحي وفي حفظ عناية الرب تحفظ حياتنا رغم كل الأمور المنجتازة والتحديات والصراعات والحروبات والمعتركات لكن في عناي تحفظ نفوسنا حفظت عنايتك روحي والروح هو الجزء العميق في حياة المؤمن أو في حياة الإنسان المؤمن أو في حياة الإنسان بشكل عام كما يقول بولوس في تسالونيك الأولى 5-23 ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لون فنلاحظ كل إنسان هو روح له نفس يسكن في جسد يوم الأيام هذا الجسد سنتركه ونفارقه ونصعد عند الرب ومعنى كلمة حفظت عنايتك روحي في الترجمات الأخرى تيجي بمعنى أكثر أكثر أوضح أو حفظة افتقادك روحي أو حفظت زيارتك روحي نحن بحاجة نعرف أنه هناك فرق بين سكن الروح القدس في حياة المؤمن بالخلاص نحن آمنا خلصنا وسكن فينا الروح القدس وبينه أنه هناك في أوقات معينة في أوقات محددة يحدث أنه تأتي أو الروح القدس يأتي بزيارات أو بافتقادات على حياتي أو على حياتي كشخص أو على حياة المنطقة أو كنيسة أو منطقة معينة هذا ما نسميه الافتقاد حفظ افتقادك روحي وأنا حاسس أنه بلادنا كلنا محتاجين إلى هذا الافتقاد أمين محتاجين افتقاد من الروح القدس باسم الرب يسوع المسيح لما نقرأ في إنجيل يحن منلاحظ أن يسوع خل موضوع الروح القدس لآخر جلسة مع التلاميذ في الجلسة الأخيرة طبعا لأهمية هذا الموضوع ترك هذا الموضوع للآخر ففي الجلسة الختمية الوداعية اللي يسوع فيها قعد مع التلاميذ اللي كانت بلشت من يحنى 13 ليحنى 17 18 منشوف تحدث يسوع بإسهاب عن موضوع عن الروح القدس فمنشوف مثلا يحنى بكلم عنه بهاي الطريقة وقال في يحنى 14 16 17 بقول أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد بعدين بوصف هذا المعزي بقول روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله قول للعالم الروح القدس مش فاهمين شو الروح القدس لأنه لا يراه تدرش تشوفه بعينيك العالم لا يقبله ولا يعرفه بقول أما أنتم أنت أما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم ماكث معكم ويكون فيكم يحنى 15 26 بقول ومتى جاء قال يسوع المعزي الذي سأرسله إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي كلمة المعزي لوحدة هون تضعف المعنى لأنه الكلمة بالأصل اليوناني متى جاء البركليت والبركليت لها عدة معاني تهدف لنفس الجوهر أو الشخص البركليت قد تأتي بمعنى المعزي زي ما هون أو المرشد متى جاء المحامي المعزي اللي بعزينا المرشد اللي بوجهنا المحامي اللي بدافع عننا المساعد اللي بعينك يعطي للمعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة المقوة وبتيجي معنا كمان الصديق الملاصق والقريب ولما يقول هنا يمكث معكم إلى الأبد هذا المعزي هذا البركليت يمكث معكم إلى الأبد الروح القدس المعنى أن الروح القدس هو صديق ملاصق شخص قريب جدا معك وفيك وين بتروح هو بروح معك في الكنيسة هو موجود معك في الشارع معك في الشغل معك في البيت معك في السوق معك حتى لما بتروح في محل غلط هو بروح معك لكن شو بيحدث يحزن الروح القدس فأنت لما تعمل خطية بتحس بهذا الشعور هذا الشعور أن الروح القدس حزنان فيك يحزن يسوع بيقول في يوحنى 14-16 أعطيكم معزياً آخر يعني أنا أعطيكم شخص نظيري شخص بنفس كيفيتي هذا أو مكاني بعدين بيقول يعني زي ما كان المسيح مع التلاميذ طول 93-30 موجود معين بيوكل وبيشرب وبيروح معين وبيجوا بيسافروا مع بعض وبعمل آيات ومعجزات وهن ماشين ما تركوهنش ولا لحظة هيك الروح القدس الآن هو موجود معنا طول الوقت مش بس إلى الأبد يمكث معكم إلى الأبد وزي ما كانوا التلاميذ من عند المشكلة يروحوا لعند يسوع يا معلم صار هيك شو نعمل شو معنا فسرنا المثل شرحنا فهمنا مش عارفين وين الروح مش عارفين شو نسوي يسألوا هو يجاوبهم بنفس الكيفية إحنا اليوم نقدر نسأل الروح القدس عشان يفهمنا يعلمنا يرشدنا يقودنا يجاوبنا على الأشياء اللي إحنا مش فهمينا بولوس بيقول في كورنتوس الأولى ثلاثة ستعش أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله إيش ماله الهيكل مش بقور شليم الآن وعم بقاكله بدين ابنه الهيكل ببطل هناك الهيكل إحنا صرنا الهيكل لأن الروح القدس ساكن في مين فيي وفيك وفي كل من يؤمن ساكن فينا المشكلة إحنا ما تعودنا نسأل الروح القدس ما تعودنا نسمع لصوت الروح القدس ما تعودنا نيجي نقول بصلاتنا يا روح الله كلمني يا روح الله فهمني يا روح الله ارشدني يا روح الله كلمني أنا بدي أعرف اكشف لي قودني وجه خطواتي خلينا نبدأ نتخيل انه زي ما التلاميذ كانوا مع يسوع كان يسوع يجوب ويفهمهم وبعد كل يوم مش فهمهم ويرجع عيدل كمان مرة روح القدس بيعمل نفس الشي معنا بس احنا محتاجين نعطي المجال والمساحة انه هو يكلمنا انا بفكر اذا بدينا نسمع وبيدينا ننيز صوت الروح القدس لقلنا كتير من المشاكل في حياتنا راح ايش يصير فيها تنحل والصراعات نركض وراه بدي كلمة نبوية من فلان ومن فلان وانت معاك الروح القدس معاك المصدر ساكن وماكث معاك بس انت ايش تعود كيف تسمع صوت تعطيه وقت انه هو يكلمك شوي شوي لما رب يشوف شو قلوبنا راح يبدأ فعلا يكلمنا بالطريقة اللي هو بدو اياها ورح انت تعرف انه هو عم بحكيك لانه هو لما انه هو بحكيك راح انت تقدر روحك تاخد التأييد والتمييز انه فعلا هذا صوت الرب مبارك اسم يسوع لمحة بسيطة عن الروح القدس قبل ما ادخل لنقطة التانية بدأت فوت عليها هي يعني شخص الروح القدس هو مش مجرد قوة وروح لكن هو شخص الله هو واحد لقنوم الثالث من الاقانيم التلاتة الله الاب الله الابن الله الروح القدس الاه واحد الروح القدس يتكلم يحن 16-13 شو بقول يسوع ومما متجاء ذاك روح الحق فهو ايش يرشدكم الى جميع الحق يا رب مش عارف شو بدي أعمل شو أسوي شو كذا ومنوقع عندنا تصارع تبروح عند الرب خلي الروح الله هو بيرشدك قل لي الروح الله ارشدني شو أعمل وتوقع ان الرب روح الله يجاوبك يرشدكم الى جميع الحق لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور اهتية رؤية 2-7 من له اذن فليسمع ما يقوله ايش الروح اليوم اللي عم بتكلم للكنيسة هو الروح القدس الكنائس في أعمال الرسل بنشوف لما نصلوا وقال الروح القدس افرزوا لي برنابة وشاول وبرنابة وشاول أو بولوس للخدمة التي دعوتهما إليها فالروح القدس بيتكلم بس احنا ايش بطلنا نسمع قلوا يا روح الله كلمني تنين الروح القدس ايش بيعمل يعين ضعفاتنا روميا 28 كذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا بتكون انت في حالة ضعف ما بتحس الا ايش بتلاقي الروح القدس بعينك ما بتحس الترنيم عم بترنب براسك وشو جاب الترنيم وكلماتها بتجاوب على الوضع اللي انت بوجود فيه منين اجت الترتيدي هاي الروح القدس يعين مش عارف تصلي مش قادرة تصلي ما بس تبدأ هيك وزي بركانه بنفجر وفجأة بتيجي الصلاة بتقول منين اجت هاي الصلاة من اللي القوة تتيجي هاي الصلاة كيف الكلمات ركبت على بعضها مش عارف الروح القدس بعين بعين ضعفاتنا مش بس بعين لكن بصلي لأجلنا ثلاثة قول نفسه روميا 28 الروح نفسه يشفع فينا بأنات لينطق بها اربعة الروح القدس بعلمنا اما المعزي يحنى 14 26 اما المعزي الروح القدس فهو يعلمكم كل شيء همين هو المعلم اللي بعلم كان يقوله يسوع يا معلم ايها المعلم فمين اليوم المعلم الروح القدس فهمني يا روح الله مش فهم علمني فهو بعلمنا خمسة الروح القدس يرشدنا يحنى 16 13 اما ما تجاء ذاك الروح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق بدنا مشورة بدنا ارشاد روح الله ارشدني شو اعمل كيف اتصرف مع هذا الوضع شو اسوي بتلاقي روح الله بلش يتكلم الى قلوبنا اذا محتاجين نتدرب كيف نسمع ساعدني ان اميز ان اسمع ان افهم فالروح القدس هو موجود فينا وما كيف معنا بالخلاص هو موجود احنا محتاجين نتعامل معه بصديق ونقدر نتواصل معه زي ما كان التلاميذ يتواصلوا مع مين مع الرب يسوع امين خلينا هيك نبدأ ناخد خطوات عملية ونعطي مساحة للروح القدس انه نقدر نسمع نفهم لانه كتير بساعدنا لانه هو معنا هو اللي دعمنا هو اللي اللي ماشي هو اللي بيقودنا في هذه الايامات لكن بالاضافة لسكن الروح القدس فينا هناك الجزء التاني زيارات الروح القدس او افتقادات الروح القدس على حياتنا مرات انا بكون في وضع محتاج افتقاد من الروح القدس نشوف يحنى عشرين بعد القيامة يسوع بيظهر لأحد القيامة والتلاميذ والأبواب مغلقة زي ما سمعنا قبل السبعين ويسوع في الوسط ايش بيعمل يسوع بيوشرهم بيبشرهم بالقيامة بعدين ايش نفخ وقال لهم ايش اقبلوا الروح القدس لانه تم الخلاص بعدين بعد يوم الخمسين بأعمال تنين ولما حضر يوم الخمسين امتلأ الجميع للروح القدس اخدوا ملء الروح القدس بأعمال اربعة بعدها ايش صار فيه اضطهاد على الكنيسة صار فيه اضطهاد وحبسوهن وصار فيه يعني اضطهاد التلاميذ خافوا فرحوا ايش صلوا ولما صلوا شو صار تزعزع المكان وامتلأ الجميع طب هني امتلأوا بأعمال تنين اه هاي افتقاد في زيارة عشان ايش يعالج موضوع الخوف نالوا ايش شجاعة وامتلأوا وكانوا يتكلمون بكل مجاهرة يعني مرات احنا قول يا رب ايه من المشكلة رب ايه من المشكلة رب يعطيك قوة بزيارة الهية يعطيك قوة تطلع فوق المشكلة تتعامل مع المشكلة تواجه المشكلة شجاعة تقدر تواجه المشكلة وتمشي رغم وجود المشكلة رغم وجود اضطهاد بطل يخافوا ولا فرق معهن بحبسوهن تاني يوم بلاقوا ايش ملاك فتح الباب وطلع عمسجن برجع بعودوا شو نعمل معهم مش عارف شو نعمل معهم بطل يعني اخدوا قوة منين هاي لأعطاهن افتقاد زيارة من الروح القدس افتقاد سميلي بدك اياه بس بخود الاختبار تقدر تواجه المشاكل اللي عم تكتر في هادي الايام على اصعدة من قريبا كل الاصعدة احنا محتاجين افتقاد زي ما كقدروا التلاميذ في ايامات ايام الرسل يوقفوا والكنيسة كانت قوية رغم الاضطهاد احنا محتاجين انه نقوله يا رب تعال يروح الله بافتقاد اعطي قوة للكنيسة حتى تقدر تطلع فوق المشاكل فوق الصعاب فوق التحديات اللي عم تواجهنا وكل ما لها عم تصعب يوم بعد يوم بعد يوم باسم يسوع عشانك محتاجين يكون منفتحين مستعدين لزيارات الروح القدس لافتقادات الروح القدس واليوم رح اتحدث عن ناحية واحدة من ايش بيعمل الروح القدس زيارات الروح القدس من خلال شخصية نحميا من خلال شخصية نحميا نحميا هو رجل من رجال الله اللي مملؤين بالقوة رب استخدمه بقوة في الايام في العهد القديم واللي قاضي الشعب انه يرجعوا الى ارشاليم او يبنوا الصور المنهدم في مدينة ارشاليم وكانت ارشاليم في ذاك الوقت فيها هيكل الهيكل مبني لكن ما كانش فيه صور يحيط بالمدينة وبدون صور والرب استخدمه حتى يقود الشعب ويشدد الشعب يوموا مع بعض ويبنوا الصور المنهدم شو المعنى الروحي او نشوفها من هاي القصة المعنى الروحي لايش الروحي قدس بيقدر يعمل في حياتنا في هذه الايام المعنى الروحي بانه لما نشوف في مدينة بدون صور في ذاك الوقت يعني ما فيش فيها حماية الابراج مهدومة يعني بقدروا يش يشوفوا الاعداء من بعيد ويعرفوا انه العدو جاي فبيستعدوا حتى يحاربوا ويواجهوا العدو ما بحسوا له ونص الدار فدغري بينهزمه ارشاليم في العهد القديم كأنه منشوف فيها صورة لحياة كل واحد فينا في حياتك وفي حياتي هيكل انتم هيكل وارروح الله ساكن فيكم لكن احيانا بتكون حياتي الصور الحامي حياتي فيه ثغرات او في مناطق في حياتي مهدومة وهذه الصورة زي مكانت ارشاليم لكن اصوار مهدومة احيانا في بعض المؤمنين او فيه المؤمنين في حياتهم هيكل في حياتهم علاقة حقيقية مع الرب في عبادة للرب اختبرنا اختبر الرب لكن فيه ثغرات في حياتنا النفسية هذا احكي عنها اليوم انه منكون الاصوار انهدمت لسبب ما انهدمت والعدو بيقدر بكل حرية يدخل ويهاجم ويحارب فاحنا منعيش في هذا الصراع المستمر واشعارفين ليش الامور هيك عم بتصير والسبب هو الاصوار الحماية في حياتنا مهدومة زي ما كانت مدينة ارشالين فيها هيكل لكن بدون صور وزي ما الرب استخدم من حمية يقود الشعب حتى يبنوا الصور الله يستخدم الروح القدس حتى يرجع من جديد ويبني الصور المنهدم في حياة النفسية امين امين شو هي عوارض الانسان اللي عنده امور مهدومة او اصوار مهدومة مش محصن نفسيا بتلاقي دائما دائما كلمة دائما مهم غضوب متوتر قلق بينجرح بسرعة بثور بسرعة عايش في هزيمة روحية مش قادر يتقدم في حياته الروحية بنفس الوقت مش قادر يرجع للعالم لانه اختبر الرب اختبر نعمة الرب فهو عايش في هذا الصراع الصراع مستمر وتعب مستمر ونتيجة هذا الامر فاقد للسلام والراحة مش قادر يحس براحة وسلام والرب يريد ان يتعامل هذه الايام مع كل مؤمن حتى يبني الاسوار المهدومة ويحصن حياتك من كل هجمات العدو المتنوع اللي بتحارب النفس اليوم سوف أتحدث عن هذا الموضوع اللي بتحارب النفس وزي كما الرب استخدم نحمية الرب استخدم الروح القدس ومعنى كلمة نحمية يهوى يتحنن أو يهوى يعزي هو المعزي فممكن نشوف في شخصية نحمية صورة للروح القدس المعزي لما نصعد نحمية إلى أرشليم شو شاف في نحمية 2-15 بقول صعدت في الوادي نحمية 2-15 ليلا وكنت أتفرس في الصور ثم عدت فدخلت من باب الوادي راجعا عدد 17 ثم قلت لهم أنتم ترون الشر الذي نحن فيه كيف أن أرشليم خرب وأبوابها قد احتر أحرقت بالنار لاحظ معي نحمية شو قال قال أنتم ترون الشر الذي ما قالش أنتم ترون الشر الذي أنتم فيه لكن أنتم ترون الشر الذي نحن فيه نحم يعرف نفسه مع الشعب شر علينا كلنا الروح القدس كونه الصديق يقف معك في وجعك في ضرور فك الصعبة يعرف نفسه معك هذا شيء مهم كتير أنت بيش لحالك هو معك بعدين بقول كيف أنا أرشليم خربة وأبوابها قد أحرقت بالنار المعنى أن الروح أنه مداخل النفس في حياتك مفتوحة أمام العدو يدخل ويحاربك بسهولة مثلا تلاقي لأحكي بصراحة اليوم تلاقي أنه أحيانا عينيك تلتقط أمور تثيرك جنسيا كلا الأمور لا نحن نحن عنها كثير لكن هي مليانة بعدين تقول لماذا أنا هك لماذا أجاني هذا 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 الناحية النفسية العاطفية مهدومة في حياتك محتاج لزيارة من الروح القدس يجي يرمم ويحصن عينيك عن أفكار عن الأمور حتى تكون عينيك بسيطة تنظر بعين طاهرة داود في القديم قال حول عينيه عن النظر إلى الباطل بس الباطل حوالينا كيف ما تبرم ولا لا فمحتاجين لزيارة وافتقاد من الروح القدس عشان يحصن فكري وعيني لكي تكون أعيني مقدسة أفكر كل واحد لازم يقول أمين فيش حدا على راسه ريشي كلنا محاربين ومنحكيش لكن محتاجين قوة نطلع فوق هذا التحدي حتى ما شفت شايف بعينين يسوع بس ليش في حصانة روحية الرب حطها على عينك على فكرك على دانك على حواسك حتى تكون محصن من كل هجمات العدو حتى المدينة حياتك تكون نفسيا تكون أنت محصن في هيكل في أورشالين في عباد لكن السور ما له مهدوم هلما فنبني السور فالروح القدس بده ييجي بالزيارات إلهية على حياتك يبني المهدوم في حياتك حتى ما تضلقش عايش في هزيمة والعدو يدخل ويخرج ويحاربك بكل حرية لكن ما يقدرش يقترب إلى داخلك ماذا فعل نحن شجع أهل أرشالين وقال هلما فنبني سور أرشالين واليوم الروح القدس بشجعنا بتكلم لحياتي وحياة كل واحد فينا وبقول لكل واحد فينا هلما فنبني سور حياتك المنهدم أمين الروح القدس بقدم دعوة أنه نتجاوب معه حتى يبني من جديد كل ثغرة منهدمة في مجال النفس في حياتنا ولما الروح القدس بيدعونا دورنا أنه نتجاوب مع هذه الدعوة ولما نتجاوب تحدث زيارة من الروح القدس على قد انفتاحك يا روح الله أنا عندي هاي الناحلة في شيء مهدوم في نفسي مش قادر أنا أتعامل معها ودائما مهزوم فيها تعالي روح الله بإفتقاد وزيارة تعامل مع هذا الضعف فبيجي تحدث لأت الزيارة وروح القدس بيفتقد وبيعمل حصانة وهذه معجزة تلاقي نفسك عم تطلع على الأمور بس راحت كل الأشياء اللي كانت موجودة شو صار الصورة مبنى أنت محصن في المسيح أمين تعالوا وخذ تطبيق عاملي كيف ممكن يكون عندك أحيانا ممكن يكون أصوار منهدمة منهدمة كما قلنا في مجال العاطفة مجروحة عاطفيا عندك غضب دائم أو عندك انفعلات غير مقدسة عندما تقول كيف أنه ومرات على فكرة ما حداش بيحس غير أنت والرب تقول لماذا فكرت لماذا صار شو اللي صار آه في هاي الناحية الصور مهدوم بده علاج بده زيارة من الروح القدس مرات الرب يأتي بافتقاد هيك زيارة نارية بيبني وبحرق كل الأمور القديمة أو ممكن أصوار مهدومة في منطقة الذهن ذهنك مليان بالتشويش والتشتيت ذهنك مليان بالخيالات مليان شكوك وكل كل شيء بتحوليك بتشك فيه أو تلاتة أصوار منهدمة في منطقة الإرادة إرادتك ضعيفة وإبليس بيشتكي عليك وانت بتصدق الكذب اللي إبليس بيحطه في فكرة كيف بيشتكي عليك بأفكار بيجيك بأفكار سينك أنت قاعد وانت إبليس عم بضرب أفكار عليك وانت حتى مش مركز معي بالوعظة عم بتفكر في شيء تاني وانت مصدق شو هو عم بيقولك باسم يسوع قل له أنت كذاب وأبو الكذاب ارفض أفكاره أو ممكن يكون بداخلك إحساس بالاحتياج بيخليك منفتح على باب الشهوات بتلاقي إنك مش قادر تضبط أفكارك مشاعرك لكن تنجرف في الأفكار بسهولة حتى وانت بالاجتماع بالرغم أنك أنت موجود لكن أفكارك بتروح وبتيجي في تشويش وين المشكلة هاي الناحية محتاجة افتقاد من الروح القدس افتقاد وزيارة من الروح القدس عشان يعمل تحصين هلما فنبني الصور هلما هذا مش أنت هذا هو بدخل بحط لك هاي الأفكار لكن هلما فنبني يا روح الله تعال هو ماكث معك بس أنت ادعوه يأتي بزيارة تعال ابني هذه الثغرة في حياتي أمين في اسم يسوع تخلوش إبليس ضلوا يضحك عليكم ومعيشكم في هاي الدوامي لكن باسم يسوع بنا نطلع منها مش بس أصوار مهدومة في منطقة صغر النفس أو الفشل دائما تشعر أنك هقل من غيرك أو عندك مشكلة صغر النفس مع أنك بتعمل أمور كثيرة أمور بطريقة ممتازة ولكن شو ما عمل دائما أنت بتشعر أنك هقل من غيرك أو شو ما بتعمل دائما عندك شعور بالفشل مش راح ينجح مش راح دائما في السلبية موجودة أو أحيانا عندك شعور بالخوف مش قادر كل خطوة تخدها دائما في خوف إنك ما تنجحش خوف أو مش قادر تقرر وهذا الخوف عمل لك شلل مش عارف تخد قرار مش عارف تعمل شيء مش قادر تتقدم بحياتك مهما كانت حالتك مهما كانت تحدي اللي عم بتواجهه الحل هو أن تدعو الروح القدس لكي يأتي بزيارة للمنطقة المهدومة بحياتك يأتي بافتقاد روحي لكي يرمم الصور المهدوم بهذه المنطقة وممكن يكون في أكتر بالمنطقة محتاجة إلى ترميم ويروح الله تعالى على هذا المجال تعالى على هذه الناحية تعالى هذه الناحية ونحمي وزع الشعب وبلش كل صبط من جهته يبني وكانش الاشي هوين لأنه كان العدو هن عم بابنه كان العدو يجي ويهدد وتعرفه صنبلط وشو اسمه طوبية العربة والتاني وكل يجي يهددوا يهددوا ونحمي موقفش لكن كمل فأنت ما توقف تستسلم لكن كمل قولي روح الله تعالى على هذه الناحية باسم يسوع حصن حياتي من هذا المجال سأذكر اليوم أربع مجالات للروح القدس حتى يتعامل فيها معنا في هذا المساء ونرى هذه من صفات الروح القدس في أشعياء 11-2 يقول يعطي عدة مجالات للروح القدس يقول ويحل عليه روح الرب أول صفة روح الرب هو الروح القدس هو روح الرب تنين روح الحكمة والفهم تلاتي روح المشورة والقوة أربعة روح المعرفة ومخافة الرب فالروح القدس هو روح الرب يعني روح الرب هي كلمة يهوة ترجموها للرب في عهد القديم روح يهوة ويهوة تشير إلى دائما لما نقول يهوة تشير إلى العلاقة المحبة ما بين الله ما بين الرب وبين الإنسان فروح يهوة تعني روح العلاقة الوثيقة روح المحبة لمن المنطقة المهدومة بحياتك هو إحساسك بالرفض حس أنك مرفوض أو حاسس أنك مش محبوب مش محبوب ناقصك حاسس بنقص في المحبة أو إحساس أنك مجروح عندك احتياج أنك دائما بتدوب تم مستعد تعمل كل شيء بس تخلي الناس تحبك يعني هذا الإشي في نقص عندك في هذا المجال شو السبب لأن الصور من الناحية العاطفية مهدوم في هذا المجال محتاج باسم يسوع إلى زيارة من الروح القدس زيارة في هذا المجال زيارة يبني الخلل الثغرة التي فتحت في حياتك بسبب أمور عشتها بسبب ماضي بسبب طفولي بسبب أمور كثيرة لكن في اسم يسوع إذا أي واحد عنده هذا المجال أو هذا الناحية اليوم في وقت أنك أنت تدعو روح الله تدعو روح الله تصلي حتى ييجي ويرمم من جديد بمعجزة رب روح الله بابني بابني في اسم يسوع صلي معي في هذه اللحظات يروح الله تعالي الآن باسم يسوع تعالي الآن يا رب زيارة على مجال العاطفة بحياتي سمي المشكلة الموجودة أنا سميت عدة مشاكل في مجال العاطفة سمي المشكلة الموجودة بينك ونرى قل له يروح الله عندي المشكلة الفلانة والفلانة أنا بتحارب في هذا وفي هذا مهزوم في هذا وفي هذا وفي هذا في ثغرات في حياتي النفسية في هذا المجال تعالي روح الله في هذا المساء رمم ابني كل ثغرة مفتوحة في حياتي اشفي كل يا رب مشكلة في العاطفي بالروح القدس باسم يسوع بنعلن قوة استرداد افتقاد بالروح القدس الآن باسم الرب اسوع المسيح إذا انت بتتعامل إذا شاعر بالرفض شاعر بالحرمان شاعرك مرفوض من الأصدقاء من الأحباء من الأقرباء كل شعور بالرفض في اسم يسوع ولو روح الله تعال عالج هذه النقطة في حياتي تعال بإفتقاد تعال بالزيارة زي ما نحمي أجا للشعب من بلاد ما بين النهرين لكي يرمم الصور الورشليم ومنهدم الروح القدس يأتي لكي يرمم الأمور المهدومة المجالات المهدومة في حياتك في هذا المساء باسم الرب يسوع المسيح تعال بزيارة رمم هذا الجزء احصنه في حياتي في اسم الرب يسوع روح الرب بعدين نمرة اثنين روح الحكمة والفهم لو هناك أشخاص أو شخص يعاني من الشعور بالإحباط بشكل دائم شخص يتعامل أو هناك شخص مع الأمور بحياته بصورة سلبية بشكل متواصل شعور الإحباط والفشل لأنك دائما تشوف نفسك مهزوم حتى لو تعمل أمور حلوة وتعمل أمور روح والكل يقول لك واو حلو كذا بس أنت مقتني عنه هذا مش حلو مع أنه يعني الكل بمضحك على اللي تعمله بس أنت دائما بتشوف نفسك أو اللي عم تعمله مش كتير حلو تأتي ضد نفسك أو تيجي آسع لنفسك منزعج من الداخل إذا كانت هذه حالتك أنت تحتاج إلى زيارة لروح الحكمة والفهم عشان يفهمك الحقيقة روح الفهم بيخليك تدرك أنه هو اللي بيعمل بحياتك هو اللي بيغير فيك روح الفهم والحكمة بيخليك تدرك أنك أنت محبوب عنده وأنه عندما تكون أنت ضعيف فحينئذ أنت قوي روح الحكمة والفهم بيخليك يعني لمن تفتخر بضعفاتك تدرك أنه لمن تفتخر بضعفاتك راح تحل عليك قوة الله لكن مش راح تقدر تفتخر والصور في حياتك منهدم صلي معاي ادعو روح الله الآن روح الحكمة والفهم تعالي روح الله بالزيارة حل على كل نفس في هذا المساء بروح الحكمة والفهم تعالي روح الله تعامل مع كل البيعانه من الشعور بالفشل والإحباط والسلبية تعالي روح الله الآن بزيارة وافتقاد تعامل مع كل الشعور بالهزيمة تعامل مع كل الأفكار التشاؤمية باسم الرب يسوع زيارة قوة لكي ما ترمم كل صور مهدوم بهذا المجال في حياة كل نفس هذا المكان في اسم الرب يسوع أيضاً روح الله هو روح المشورة أو روح المعرفة لو في هناك أشخاص بيعانوا من تشويش مستمر مش قادر تركز بذهنك تيجي تقرأ الكتاب أول سطرين ثلاثة بعدين عقلك بترجع بتعود تركز بعدين إيش بتقدرش تركز حتى وإنت عم تسمع الواضاء والعشر دقايق بعدين بشت عقلك بروح بنزل على العين بنزل بعد شو هناك بنا نعمل كذا بنا نروح بقرأ إيش نطبخ إيش ننسوي وبعدين تعود ترجع آآ آآ زكر قصة وبتعود فيش تركيز في تشتيت في تشتيت لو هناك أيضا أشخاص يعني شخص متقلب في قراراته قراءه بيبدأ في موضوع بعدين يقول للموضوع ومش قادر يركز مش عارف شو بدي يعمل مش عارف شو بدي يقرر في دائما هذا التقلب الموجود بحاجة لزيارة للروح المشورة دائما الروح القدس يقودك ويرشدك بالمشورة إلى الطريق النور بقول لك وين الحل وين البرك تلاتي لو هناك شخص متردد بحياته عنده خوف ومش عارف اللي عم بيعملوا صح ولا غلط ودائما بيحلل كل شيء بيسمعه وتعبان ومتعب الحواليه وهذا الإشي بيخليه في قلق وتوتر وبروح بروح بروح برجع نفس النقطة شو الحل الحل يا روح الله تعال افتقاد على هذه الناحية في حياتي أعطيني روح المشورة حتى لمن أنا أخد في موضوع في موضوع أدخل في موضوع بدي أنا أخد قرار في مشورة إلهية على ذهني وبقودني الرب إيش أعمل وبقودني الرب بورجيني المنفذ بالتجربة بورجيني الحل بورجيني في مشكلة مش عارو شو ده أعمل يا روح الله أرشدني روح المشورة بيجي وبيعمل في داخل بعطيك الإرشاد صلي معي تعال يا روح الله في هذا المساء بزيارة حل على شعبك بروح المشورة والمعرفة في اسم الرب يسوع انزع كل عدم تركيز وتشويش وقلق من الأفكار في اسم يسوع إن يا رب هذا التشويش ينكسر يقطع باسم الرب يسوع قل تقلب بالأراء وتردد بالقرارات باسم يسوع تعال رمم كل صور مهدوم في نطاق النفس في حياة كل واحد فينا في هذا المجال باسم الرب يسوع آخر شيء روح القوة ومخافة الرب لو نفسي تقضعيفة فيش عندك هذه الجرأة توقف تشهد عن يسوع لو إرادتك ضعيفة خصوصا زي ما قلنا بتأخذ القرارات تعالش تقرر على أي شيء بدك تمشي فيه حتى لو عندك ضعف في الجسد تحتاج إلى قوة اطلب زيارة لروح القوة في اسم يسوع في مجال الإرادة إرادة قوية نفسية قوية تقدر يتوقف وتقول الخطيئة لا توقف تقول الشر لا وتقدر تأخذ موقف حاسم أنه أنا ليسوع فقط صلي معي باسم الرب يسوع تعالي روح الله بالزيارة يا رب قوة على ابني كل ضعف حول الضعف إلى قوة على مجال الإرادة والنفس والجسد الضعيف شدد الجسد في اسم الرب يسوع حتى أخدمك حتى أكون شاهد أمين إليك في اسم الرب يسوع آخر شيء لو فيه مخافة الرب راحت إحنا عايشين في آخر الأيام مخافة الرب صارت شبه معدومة خطيئة عرحتها بدو رب يرجع مخافة الرب في قلوبنا من جديد مش مهم الوضع الموجود حيث كثرت الخطيئة ازدادت نعمة ورب يرجع مخافة الرب مش راح يقيم الخطيئة من العالم خطيئة موجودة كل ما لا بتتفشها لكن بدو يحط في خاصته في ولاده مخافته ولمن مخافته بتكون مالي فكرك وقلبك راح تقدر توقف زي يوسف وتقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطي إلى الله راح تقدر توقف رغم وجود كل المقبلات والمغريات والأمور واللي هاي إنك تروح حتى لو عرضوا عليك ملايين تقول لا لأجل يسوع إذا هذا الشيء مش من الرب فمحتاجين رب يرجع يبني هذا الصور يبني مخافة الرب في قلوبنا صلي آخر شيء قوله رب يا يسوع يا روح الله تعال بالزيارة إلى حياتي رجع إلى مخافتك في قلبي رجع مخافة الله في قلبي وفي فكري وفي نفسي وفي داخل كياني حتى عندما أقترب إلى الشر مخافتك تمنعني مخافتك تردني مخافتك تحفظني تحميني من السقوط في الخطيئة في اسم الرب يسوع المسيح اطلق يا رب مخافتك بقوة وبزيارة بافتقاد للروح القدس على حياتي ترجع تبني مخافتك في داخل فكري وكياني في اسم الرب يسوع آخر شيء قوله أشكرك يا رب أشكرك يا روح الله أشكرك يا روح الله القدوس يا راللوية لك المجد تعال من جديد وإملاني وإنهضني بقوة حتى يا رب فكري زي ما نحمي بنى السور تعال من جديد يروح الله ابني سور حياتي النفسية اطلقني باسم الرب يسوع إذا في هناك أمور ومناطق أخرى أنت محارب فيها بين طاق النفس اعمل نفس الشيء هذا وقت وبعدين ضلك صلي في هذا المجال تتأخذ نصرة ضلك صلي تتحصن كليا كل ما يرجع العدو يفتح الثغرة ارجع من اسم يسوع اطلب افتقاد إلهي بالروح القدس واعلن حصانة الروح القدس وبناء الروح القدس نحمي الروح القدس يرجع على ننطاق النفس على الأفكار على الكيام ويحصن حياتك عشان تقدر تعيش حياة منتصرة حياة منتصرة في يسوع أمين تعالوا نوقف مع بعض قلوا رب سوء احنا يروح الله احنا نشكرك لأنك انت موجود ماكث معنا وساكن فينا لكن تعال في هذه الأيام بزيارات على نطاق النفس اشفي نفوسنا اشفي وتعامل مع كل ضعف فينا تعالوا ابن الصور المهدوم كل ثغرة في حياتنا العدو بدخلوا بخرج بنا وحقوا ومهزومين فيها أراضي مهزومين فيها تعالوا روح الله اشفي نفوسنا المتألم المجروحة المهزومة والمهزوزة شخصيتنا التعباني تعالوا روح الله من جديد بقوة روحك بزيارات إلهية تعامل أنا أتجاوب قلوا معي أنا أتجاوب أنا أفتح ذاتي وأدعوك روح الله لتي تأتي بإفتقاد لكي تأتي بزيارات ولما صلوا بقول تزعزع المكان وامتلقوا من الروح القدس أخذوا قوة قوة وشجاعة قلوا روح الله إملاني من جديد بالروح القدس أعطيني قوة يا رب حتى أقدر أغلب الخطي أغلب العالم أغلب الشيطان أغلب الإنسان العطيق وأقول دايس على عسلك يا عالم أنا بإلهي شبعان يا رب إشفي عناي حتى عناي تكون مقدسي إشفي لساني لكي يكون مقدس أذاني لكي تسمع يا رب أمور مقدسي إحفظ جسدي إحفظ مشاعري إحفظ نفسي إحفظ أفكاري لكي تكون يكون تحضع لفكر المسيح يا رب سوء إحفظ قلبي لكي يكون بحسب قلبك إنزع كل محبة غريبة إنزع كل إحفظ سلوكي لكي يكون سلوك يا رب النور إحفظ أعمال يدي لكي تكون أعمال مقدسة تمجد يا رب قدس شعبك عد الكنيسة لكي تكون كنيسة نقية مقدسة لا عيبة فيها ولا غضن كنيسة جاهزة للافتقاد الإلهي جاهزة للاستخدام الإلهي جاهزة لملء الروح جاهزة لأجل يا رب انت عاش تيجي وتنعش الكنيسة لكن جهزها بزيارات لكي تملأها وتسكب من قوة روحك عليها لكي تطلقها وتكون وتتحول من كنيسة ضعيفة إلى كنيسة قوية كارزة بالإنجيل تتحدى كل الصعاب تتحدى كل اللي ما في العالم وتقدر تمجد اسمك وتربح نفوس إلى ملاكوتك شكرك لأنك تسمع وتستجيب ولكن نعطي كل مجد إكرام لأجل ما أنت صنعته وستصنعه في وسطنا هللويا لك كل المجد واسمعنا عندما دعوك قائلين قبالا الذي في السموات ليتقدس اسمه ليأتي ملاكوته لتكون مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا لا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشغير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين والآن نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا أجمعين إلى أبد الآبدين آمين ثم آمين رب باريكم